اشتركوا في القناة اتولد 1898 وعاش لغاية 1946 وهو كان من أسرة أرستقراطية من اسكندرية والتحق بكلية فيكتوريا فيكتوريا كوليج وبعدين كان متفوق جدا فخد منحة وراح اتعلم في أكسفورد وبعدين رجعه والتزوج من سيدة إنجليزية أرستقراطية أيضا ورجع كل الناس تشهد له بالكفاءة حتى يعني حتى خصومه يشهدون له بالكفاءة وتدرج في المناصب الحكومة لغاية لما الوفد استعام به كوزير مالية والحقيقة أن أمين عثمان اختلفت الأراء حوله يعني بعض الناس هو طبعا كان ليه سلاط قوية جدا بالمجتمع الإنجليزي سواء في القاهرة أو في لندن وناس كانت بتقول أنه كان بيستعمل هذه السلاط من أجل تواصل مع حزب الوفد باعتباره الحزب الذي يقود النضال الوطني وناس آخرون قالوا أنه أمين عثمان ده مجرد ألعوبة في يد الاحتلالة بريطانية وأنه خائن لمصر يعني ليس موضوعنا اليوم هو أن نقيم وطنية أمين عثمان ولكن هو سنة 1946 أنشأ جمعية اسمها جمعية النهضة وهي جمعية للصداقة المصرية البريطانية ده كان هدف الجمعية وبعدين أطلق تصريحا شانيعا يعني عمل تصريح سيء جدا الحقيقة قال أنه مصر وبريطانيا تزواجة زواجا كسوليكيا لمفصالة فيه فطبعا ده كانت إهانة للحركة الوطنية المصرية المصريون كانوا بيقدمون شهداء للتخلص من الاحترام البريطاني ويجي أمين عثمان وقول يعني كلمة مشيئة جدا لمصر وللمصريين كان هناك تنظيم سري في الوقت ده وقرر هذا التنظيم أن أمين عثمان خائن وأنه لابد من قتله التنظيم ده كان فيه شخصيات هتلعب دور مهم جدا في تاريخ مصر بعد كده منهم من ضمنهم أنور السادات اللي حيبى رئيس مصر بعد كده كان في هذا التنظيم ومن ضمنهم محمد إبراهيم كامل اللي حيبى وزير خارجية بعد كده فيه أيام أنور السادات ثم استقيل احتجاجا على معهدة السلام مع إسرائيل والمتهم الأول كان اسمه حسين توفيق استقر الرأي على قتل أمين عثمان وكان بيروح هو جمعية النهضة اللي أنشاءها دي وكانت في شارع عدلي في وسط البلد فحسين توفيق راح اللي هو مكلف بقتله وراح وكان فيه حد من 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 أعضاء التنظيم واقف في أول الشارع فلما يتأكد أن عربيت أمين عثمان دخلت الشارع بيعمل إشارة بكشاف كده فحسين توفيق استعدت ودخل ورا أمين عثمان وقال له أمين باشا أمين باشا فبس فبس فرح مديله يعني كذا رصاص هفسدره ووقع وبعدين حاوله ينقذوه إنما توفي قبل منتصف الليل في المستشفى حسين توفيق ده يعني في عجالة من الشخصيات العجيبة جدا في التاريخ لأنه بعد ما ضربوا بالرصاص جري وقعد يضرب رصاص عشان الناس ما تجريش وراه وكان معاه قنبلتين فرح رامي قنبلة الناس برضو بتجري وراه فرامى قنبلة فالناس خافت طبعا وبطلت تجري وراه المهم تم العبضة على أعضاء التنظيم هقول لحضراتكم يعني حسين توفيق ده وبعدين نرجع نشوف المحاكمة حسين توفيق أثناء المحاكمة هرب هرب وراح على سوريا ولما راح على سوريا راجل هربون من جريمة قتل لما راح على سوريا اشترك في عملية اختيال لشخصية سياسية سورية يعني هو راح سوريا بدل من راح يهرب دخل في تنظيم في سوريا وفعلا حاول اختيال اديب الشيشيكلي اللي هو كان نائب رئيس الاركام في الوقت ده وحيبقى رئيس الجمهورية بعد كده وفشلت عملية الاختيال واتمسك في سوريا واتحكم عليه بالاعدام ولما قامت حركة الجيش 1952 توسطت في سوريا فتم الافراج عنه ولم يعدم وجي مصر تاني واشترك مع الاخوان تاني سنة 65 في قلب النظام الحكم ضد عبد الناصر واتمسك وفضل محبوس في مصر ولما جاء انوار السيدات بقى رئيس طبعا نمعرفه بعض كانوا اعضاء تنظيم مع بعض قدم التماس حسين توفي ان هو للعافو عنه انوار السيدات لم يرتفت الالتماس واللي افرج عنه بعد كده حسن مبارك في اول التمانينيات وبعدين خرج يعني بضعة اشهر وتوفي الشخصية دي شخصية عجيبة والهمت الكاتب بالراحل الكبير حسين عبد القدوس روايت في بيتنا رجل يعني روايت في بيتنا رجل اللي اتعملت فيلم بعد كده سنة واحد وستين بطولة عمر الشريف كانت مستلهمة من حسين توفي وبعدين هو هتلاقي زي حسين توفي ده في التاريخ لانه في اللحظات اللي بيكون اللحظات تحول وبيبقى فيه توطرات في المجتمع بيظهر اشخاص ارهابيين بالطبيعة يعني خلاص هم بقى كفروا بالعمل السياسي وبالديموقراطية وبينصرفوا ليه الاختيالات وبينصرفوا للعمليات الارهابية وحسين توفيق نموزجا واذا حبيت او حبيتي تستزيد او تستزيد من فكرة هذه الشخصيات العدمية اعظم من وصف هذه الشخصيات هو الروائي الاعظم في يودورد ستوسكي في رواية الشياطين وهي ترجمة غير دقيقة هي الممسوسون لبوسي دي او دي او بالفرنسية والانجليزية فالرواية دي دستوسكي وصب فيها شخصيات زي حسين توفيق بالزلط معلنا نرجع للمحاكمة محاكمة طبعا مهمة جدا لان دي كانت جريمة خطيرة جدا نهتز لها المجتمع المصري المتهمين 11 اكبرهم في السن انور السيدات وبعدين هنشوف حسين توفيق كيف اكبره وكيل النيابة على الاعتراف كامل طبعا احنا في يعني بمفردات اليومين دول لما اقول كيف اكبره يبقى انتو حينصارف زينكم انه اتضرب وتعلق وتقهرب ما حصلش كده خالص اللي حصل انه وكيل النيابة كان من الزكاء بحيث انه صرب للصحف بان حسين توفيق اتل امين عثمان نتيجة لاسباب عائلية نسائية يعني اشاع وكيل النيابة ان امين عثمان كان على علاقة بوالدة حسين توفيق وراح قال له كده في التحقيق فطبعا حسين توفيق شاب وهاجة وماج وقال له لا والدتي ايه اللي لي علاقة به انا اعتلته عشان خاين فكده اتثبت الاعتراف واول معطرف حسين توفيق اعترف لانه بيوجههم ببعض فبقية الناس بقية المتهمين اعترفوا باستثناء انوار السيدات انوار السيدات ما اعترف وانكر وعمل حاجة مدهشة علشان يفسد القضية الكلام اللي قاله انوار السيدات موجود في كتابين لمن يحب يعني ممكن يقراهم هو كتاب البحث عن الذات اللي يسرت والذاتية المشهورة وكتاب تاني مش مشهور قوي بس مهم جدا اسمه 30 شهر في السجن 30 شهرا في السجن اللي هو يحكي فيه مذكراته اليوم فعمل يبقى انوار السيدات طبعا ده يديك فكرة عن حقيقة كتير هنتكلم فيها يعني اتهم الزباط في السجن انهم بيعذبوه وهذا الاتهام خطير وممكن يفسد القضية بالكامل وقتها طبعا فطبعا وكيل النيابة استدعا وقال له ازاي بيعذبوك ازاي قال له اه بيعذبوني الزبط المأمور بيعذبني ونقبل المأمور بيعذبني وبيعذبوني وقال له طب فين يعني نعمل عليك كشف طب عشان اثار التعذيب قال له لا هم بيعاملوا تعذيب من غير اثار يعني هم بيضربوني بس ما يبانش اثار بالاضافة انه من من اسباب التعذيب انه هم بيصحوني بعد نص الليل عشان ياخدوا اقوالي وده يعتبر تعذيب نفسي المهم سجله وكل الشكاوة بتاعته وكده القضية لو لم تفسد عند التقاضي لان فيها تعذيب وفيه اقراه في الاقوال يبقى هتهتز الادلة وحتهتز الاعترافات لانه ثبت انه اه اه او على الاقل فيه شكوى ان هذين الاعترافات اخذت تحت التعذيب الحقيقة لما نعد نتأمل ونقرأ اه قضية خطيرة زي كده سنة ستة واربعين اه المتهمون سواء اللي اعترفوا او انور السادات ما اعترفوا شيء لم يوجه اليهم حقيقة اي نوع من الضغط البدني اطلاقا يعني ما تضربوش قلم واحد كلهم ولو كانوا تضربوا كان قالوا وانور السادات بيقول انا ادعيت كاذبا بيقول انا ادعيت كاذبا عشان ابوز القضية انما انا محدش عزبني ولا حاجة فدي حاجة بالنسبة لنا احنا بالنسبة لمصر المعاصرة بعد 52 حاجة غريبة يعني قضية مهمة جدا ومفيش اي تعزيب بالعكس هو الوكيل النيابة لجأ الى حيلة زكية قدت الى ان حسين توفيق اعترف وباقية المتهمين اعترف بالتبعية انا حقر لحضراتكم جزء من مذكرات انور السادات اللي هي 30 شهر في السجن فقرة بس صغيرة كده عشان تعرفوا جو وقتها كان عامل ازاي كتب هو المذكرات بيقول ايه 8 فبراير 46 هو كاتب يعني فقرات بسيطة كل فقرة بتاريخ بيقول ايه بقى حدث انخرجت ده في السجن ده في السجن ومتهم باختيال امين عثمان وقضية سياسية مهمة جدا انور السادات بيقول ايه حدث انخرجت من غرفتي في السجن الى دورة المياه اليوم ظهرا فوجدت العسكري المرسلة يدخل الغرفة رقم واحد ومعه غرفة تانية ومعه لفة كباب وكفتة اخترقت رائحتها احشائي ولما سألت قيلة ليه ان المتهم الاول اللي هو حسين توفيق في هذه الغرفة هو وستة اخرون بقية المتهمين وانهم يأكلون ما يشاءون يعني ايه من حقهم فطلبوا كباب وكفت فانور سادات زعل جدا ويقول فثرت ولم ادخل الغرفة الا عندما حضر المأمور يا سلام يعني قال انا مش هخش زنزانة غير يجبولي المأمور شوف المعاملة فجاله المأمور فعلا زعلان من ايه قال وكان قد تعين مأمور مصري في هذه الفترة فتكلمت معه بغلزة ايه الظلم ده ازاي الناس تاكل كباب وكفتة وانا يقعد وريحت وعملش ام في الريحة فتكلمت معه بغلزة هي رد فعل الجوع يعني عشان انا جعان وريحت الكباب وكفتة ايه ده اللي افترة يعني انور السيدات بيقول المأمور ايه الظلم ده واللي افترة ده فكان من نتيجتها انسمح لي بعد جهد يعني بعد شوية يعني عادي يتكلم فعله طب خلاص ايه بعد هات اكلة على حسابك فبعدت جبت اكلة من الشيمي الشيمي ده كان في الوقت ده من اكبر المطاعم الشرقية في وسط القاهرة كان الشيمي وخميس وبعد المطاعم والالفي وبالتالي الشيمي ده حاجة يعني كانت فخمة جدا فبعت جاب بعد ما صار على هذا السلم البين فالمأمور قال له طب بابعت اكل فبعت اكل جاب اكلة من الشيمي على حسابه ولا ازال انا رسال بيقول ولا ازال احس بحلاوة هذه الاكلة حتى الان الكلام ده جماعة كان بيحصل في مصر فقضية سياسية خطيرة جدا اختيال سياسي لأحد واحد من اهم الشخصيات السياسية في مصر وتنظيم سري مسلح وزاي ما انتو شايفين وزاي ما هو كتب عشان يعني 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 اخواننا النصريين بيبقوا زعلنين اولا ما نقول ان ما كانش فيه تعزيم قبل عبدالنصر والحقيقة ان هو ما احترام ليهم ومنهم اصدقاء هو فعلا ما كانش فيه تعزيم قبل عبدالنصر ما كانش فيه تعزيم واضي اكبر دليل يعني اهي دي قضية اهي الراجل الخنائة كانت على الكباب والكفتة هو اكلة من الشيمة يعني محدش تضرب قلم واحد اه ايه اللي حصل بعد كده طبعا القضية خده وانور السيدات خد براءة ومحمد ابراهيم كامير خد براءة وحسين توفيق كان خد عشر سنين اشغال شقة بس هو زي ما قلت لحضراتكم كان هرب عشان ينفذ اختيال تاني في سوريا يعني راح سوريا نفذ اختيال تاني اه ومعدين حصلت حركة الجيش حركة الجيش ما كانتش ثورة ولا حاجة سهة 52 ممكن تسميها ثورة بعد كده يعني لما الشعب ايد هذه الحركة انما في الاخر كانت في الاول كانت انقلاب يعني بالتعريف الفني السياسي الانقلاب هو ان الناس يعني دخل التنام يوم 22 يوليو ومصر ملكية وفي ملك صحي والملك اتشال فالشعب ما شالش حاجة هو الجيش اللي شال انما بعد كده الناس ايداتهم ممكن بعد كده تقول عليها ثورة انما ساعاتها ما كانتش ثورة يعني ولا حاجة بعد كده القضايا السياسية بقى فيها من اول 52 لمدة 70 سنة حتى الان فيها كمية تعذيب غير عادي لدرجة ان التعذيب بقى طبيعي بقى طبيعي جدا يعني انت اول ما تقول مثلا ده راح امن الدولة على طول انت يجي في امن الدولة هيتعلق والضرب وتعذب والكهرب ده من كتر ما بقى عادي بقى عادي ما فيش يعني مش عادي ان احنا متقبلين وعادي ان هو بيحصل على طول طيب نفس البلد وربما يكون نفس الزباط اش معنى سنة ستة واربعين لم يمارسوا اي تعذيب وبعد كده بقى التعذيب عادي جدا ده الفرق بين الحكم المدني والحكم العسكري لان الحكم المدني وتاني انا يعني لا اقول ان مصر كانت ديمقراطية تماما قبل الحكم العسكري ولكن كان هناك مشروع ديمقراطي رغم طبعا محاولات المالك للسيطرة على الحكم ورغم الاحتلال البريطاني انما كان فيه مشروع ديمقراطي وانا شرحت ده قبل كده في ندوات كثيرة في النظام الديمقراطي او شبه الديمقراطي الغرض من الحبس تقييد الحرية سلب الحرية يعني انا بحبسك مش عشان ازيل لك ولا هينك ولا خليك عبرة ولا اضرابك ولا كهرابك انا بحبسك علشان اسلبك الحرية اسمها كده عقوبة سالبة للحرية بس وبالتالي انا بحطك ما تقدرش تتحرك تقدرش تراوح بكم بحطك في زنزانة انما عايز تطلب اكل زي ما حصل الانور السيدات اطلب اكل عايز تنزل بالمناسبة في نفس هذه القضية انور السيدات بيحكي انهم عملوا مجلة بيعملوا مجلة واشتركوا في تحريرها ويوزعوها على السجناء شوف الرواءان بيوزعوها على السجناء وكان اجر المحرر لما المقالة اللي اكتبها يدوله سجارة يعني يدوله سجارة ان دي مكافئته والمجلة كان اسمها مجلة الهنكرة يعني حتى الاسم مش ممكن واحد بيتضرب او بيتعذي بييجي في دماغه ده اسم رايق جدا مجلة الهنكرة وعملوا فرقة مسرحية وعملوا عرض مسرحي كل ده جوا السجن وانور السيدات عمل دور الملك في المسرحية فانا في النظام المدني الديمقراطي او شبه الديمقراطي انا مليش مصلحة ان انا اعزبك ولا اضربك ولا كهربك ولا انا اسلبك حريتك انت راجل محبوس بس محبوس بقى تاكل تشرب تجيب اكل تعمل مسرحية تعمل بقى انا مليش مش مش قصتي خالص يعني المهم انك انت يعني اسلبك حريتك لفترة معينة كنوع من العقاب النظام العسكري القضايا السياسية مختلفة ليه لاننا الغرض في النظام العسكري مش اننا اسلبك حريتك لأ اننا اكسر ارادتك فيه فرق الغرض من الاعتقال في النظام العسكري اننا اكسر ارادة المعارضين يعني ازلك يعني اخليك مش قادر تحترم نفسك يعني اكسرك واكسر شخصيتك واضمن انا كديكتاتور انك الى الابد لن تعارضني بالعكس ممكن تشتغل مخبر معي وبالتالي الهدف هنا مختلف عشان كده نفهم الاهوال اللي عملها نظام عبد الناصر من اول اثنين وخمسين لغاية دلوقتي بالمناسبة انا مصر على رأي ان احنا لازمنا نعيش في نظام عبد الناصر اللي هو الحكم العسكري صحيح ان عبد الناصر كان ليه سياسات ضد سياسات السيسي او ضد سياسات مبارك بس مش مشكلة السياسات الهيكل الحكم اي حاجة بتحصل في مصر بدأت ايام عبد الناصر بالمناسب تقميم الصحف والاعلام والسيطرة على الاعلام عن طريق اجهزة الامن وتعيين كل المناصب عن طريق اجهزة الامن والاعتقالات والنفخ والضرب كل ده ابتدى يا معبد الناصر ولازاله مستمر حتى وبالتالي يبقى نفهم بقى انه الحكم العسكري له غرض من الاعتقال غير النظام المدني الديموقراطي النظام المدني عايز سلب الحرية النظام العسكري عايز كسر الاراضة وبالتالي بننفرد ربما دلوقتي لان زي ما قلت لحضراتكم الانظمة الديكتاتورية بتتساقط في العالم كله وافريقيا اللي هي كانت وععة في ديكتاتوريات رهيبة وامريكا اللاتينية تكاد تكون تخلصت من ديكتاتوريات دلوقتي ما فضلش غير الوطن العربي للأسف الشديد اللي فيه ديكتاتوريات فالفكرة هنا ايه الفكرة ان احنا نام فارد في مصر والعالم العربي بشيء عجيب جدا اننا يتم تعذيب المعتقل حتى يعترف ممكن يعترف بأي حاجة يعني انت ممكن يعني في واحد وقف قدام قاضي ايام السيسي منذ شهر خليلة وبعدين خدوا حكم اعدام ونفذوا في الاعدام فالقاضي قال له انت اعترفت قال له انا اديني حضرتك صعق قهربا وانا وهتلي اي واحد حخليه يعترف انه قاتل عمر بن القطار يعني يعني الاعترافات شوفوا بقى الفرق ان ايام انهر السيادات مجرد انه قال دول عذبوني وادعا كذبا الدنيا تراجد هنا دلوقتي حاجة ننفرد بيه بقى ان احنا بنعذب المعتقلين قبل الاعترافات ثم نستمر في تعذبه يعني الزباط الجلدين بيستمروا في تعذب المعتقلين وكل يوم تجد ناس معتقلة من شباب الثورة بيتم ضربهم يعني حاجة غريبة يعني مثلا لسه احمد دومة وهو شاب مناضل شجاع عظيم ولا حرق المجمع العلمي ولا حرق مجمع العلمي كما يعلم كل الذين حضروا الاحداث دي اللي حرق المجمع العلمي مخبرين من امن الدولة ومنعوا دخول العربيات المطوفية وكلام ده حصل قدامنا وبالتالي التهم كلها منفقة ودومة بقال له تسع سنين في السجن وبعدين كان فيه واحد حيموت بخه كلور في جوه السجن ففيه احد المعتقلين حيموت فدومة دافع عنه فما عجبش ده الزابط المسؤول فحصلت حاجة غريبة انه قال لرئيسه انا عايز اضرب دومة واقدبه بيستأزنوا والشهود سمعوهم انا عايز اضرب دومة واقدبه اما التاني قال له ايه شوف الاعجب قال له ايه طب اضربه بسرعة قبل ما ييجي رئيس المباحث يعني الموضوع عاجي جد قال له اضربه فدخل دارك دومة وهو مقيد بالاغلال فيه يعني فيه حقارة اكتر من كده واحد ما قدرش تدافع عن نفسه وهو محبوظ ظلمة وبقله تسع سنين في السجن وما دايقش حد ومعزب ما عملش اي حاجة تقوم انت وهو مقيد باغلال ومالكلب تضربه هل ده تسميه اي نوع من الانسانية او الرجولة او يعني الرجولة بالمعنى المعناوي يعني مش الزكورة نفس الكلام حصل مع علاقة في التاح وصرته بلغت سنة 2019 2019 انه تعرض للضرب والتعزيب فمن ثلاث يام النيابة راح اتحاق في البلاغ احنا سنة 2022 يعني من ثلاث سنين بعد ثلاث سنين النيابة وابعدين احنا رحنا ملقناش عليه اثار تعزيب ازاي يعني واحد مضروب سنة 2019 حتتوقع يبقى عالية تعزيب 2022 وطبعا محمد اكسوجين تم الاعتداء عليه اكتر من مرة لدرجة انه هو حاول الانتحار واخرين والاف مؤلفة يعني دول معروفين في ناس كتيرة جدا مش معروفين ويتعرضون الانتهاكات كل يوم كل يوم هو الزابط ده بيضرب الناس ممسوكة ومقيدة بالاغلال وبالاغلال وبالكلبشات ليه ليه ايه المتعف كده يعني الحقيقة انه هو بيجد ان هؤلاء الشباب لم تكسر ارادتهم بعد ده السبب انه بيضرب احنا احنا قلنا غرض الحبس هو كسر الارادة مش سلب الحرية بس وبالتالي هو بيحس انه ارادتهم لم تكسر بعد فهو بيضربهم تاني عشان نكسر ارادتهم وبالتالي شيء الحقيقة يعني لا توجد كلمات تصف هذه الحقارة انا مش حولها اسمها لانهم متهمون طبعا ما حدش هيحقق في الحاجات دي انما معروف انه يعني فيه شهود والكلام ده حصل وعليه عشرات التقارير ومنظمات حول الانسان بشهادات موزقة وبعدها لما تفكر طب الانتهاكات دي بتستمر ليه حتاجد ثلاث اسباب اسباب استمرار الانتهاكات لازم بض عضو اضربه في الشباب المعتقلين من غير اي حاجة وهم مقيدون اول حاجة الرغبة في كسر الاراضة زي ما قلت لحضراتكم هو بيحس ان الشاب ده رغم كل اللي حصل بقاله تسع سنين وبقاله سبع سنين وبقاله ست سنين محبوس ولكن لسه قوي لسه متماسك لسه بيدفع عن حقه لسه مش حاسس انه مزلول لم يصل اليه الزل بعد وبالتالي بيكسر اراضته علشان يزله ازاي بالضرب دي اول سبب تاني سبب الايمان التام بالافلات من العقاب الحماية القانونية الكاملة الزابط هو بيضرب معتقل سياسي مقيد ويعلم يقينا انه مش يحصل له حاجة ولو عنده شك واحد في الالف انه ممكن يحسب ماشا هيعمل كده ليه لان الدولة كلها بتحميه النيابة مش زي النيابة بقى ايام العهد البائد قال وكنا نرخوا في المدرسة العهد البائد الفاسد ده اللي كنا منقده في المدرسة اطلع مش كده خالص النيابة بقى سنة ستة اربعين لقى كانت لجزء من منظومة القامة والقضاء معاه لو اتلوا حتى هياخد سنتين ثلاثة وبعد ويدولوا عفو وبالتاني عنده الزابط عنده ايمان كامل بالحماية القانونية المطلقة تالت سبب بقى لازم نفكر فيه هو تالت سبب في ان الانتهاكات مستمرة في المعتقلات تقاعص الرأي العام الرأي العام المصري مع احترامي لشعبنا العظيم طبعا لا يقوم بدوره في الضغط لإقاف الانتهاكات يعني طبعا الناس هتقولك النظام قام ممكن يحبس اي حد اه بس هو مش ممكن يحبس كل الناس دي نمرة واحد نمرة اتنين الرأي العام ده بنت بتشوفه يعني الرأي العام بتشوفه مثلا للأسهب في قضايا كرة القادم مثلا يعني دي في رأي العام والرأي العام بيضغط فعلا طيب الناس او ناس كتيرة عشان من نعممش اكيد عارفة ان هؤلاء الشباب بيتم انتهاك حقوقهم الانسانية ولكن ناس كتيرة لا تعبأ او لا تهتم او ربما تهاجم هؤلاء الشباب او ربما او واحد يقولك والله يطلب انا اولادي ما حصل لهمش حاجة خلاص انا مال يبقى الرأي العام قادر على انه يوقف الانتهاك اقوى حاجة هو الرأي العام ولكن الرأي العام لم يقوم بدوره حتى وبالتالي علينا كل واحد عليه انه يتخيل ان ابنه او بنته موجودة مطرح الشباب المعتقلين وخلي بالك انت لست في مأمن اوعى تفتكر ان ابنك مش ممكن يحصل له زي لا ممكن بكرة النهاردة عمرك متضمن لو ابنك ده معدي في وسط البلد واخده منه والزابط امن الدولة اخد منه التليفون وقال له افتح الفيسبوك بتاعك وقال له لا حيبقى زي وزي دومة زي علاء افتح زي لا يوجد احد في مأمن من القامة وبالتالي لما الرأي العام يسترد وعيه ويدافع عن هؤلاء الابطال الذين هم جريمتهم الوحيدة انهم يدافعون عننا وعن حقوقنا لما الرأي العام يسترد وعيه ويدافع عنهم ضد الانتهاكات ستاقف الانتهاكات ولما الرأي العام يسترد وعيه ويطالب الديمقراطية سنحصل على الديمقراطية الديمقراطية هي الحالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر